خلينا النهاردة نتكلم أكتر من خلال أخبارنا عن الجمعية العمومية وماذا حدث في الجمعية العمومية الجمعية العمومية للنادي الأهلي كابت خطيب بيشكر الجمعية العمومية للنادي الأهلي كابت محمود الخطيب رئيس النادي أكد أن عائلة الأهلي قادرة على عبور كل التحديات وأن القيم والمبادئ هي أهم ما يربط ما بين أعضاء الجمعية العمومية جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية الأمومية الذي لم ينعقد بسبب عدم اجتمال النصاب القانوني وأعلن وعبر الكابتن محمود الخطيب عن سعادته بأن بأي تجمع لعائلة الأهل العريقة التي دائما ما تجتمع من أجل مصلحة النادي لافتا إلى أن أي خلافات في وجهات النظر لا يمكن أن تؤثر على وحدة وتلاحم الأعضاء وأشار إلى اعتزاز مجلس الإدارة بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي ووجه لهم الشكر على هذه الثقة وأوضح رئيس النادي أن الأهل يمر بمرحلة من الاستقرار ولكنها في نفس الوقت مرحلة صعبة مليئة بالتحديات وأن مجلس إدارة النادي الأهل يمضي قدما نحو مزيد من النجاحات والإنجازات التي تليق بالنادي وأعضاؤه وجماهره وأشار الكابتن الخطيب إلى أن ميزانية النادي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة وأن مجلس الإدارة يعمل جاهدا على زيادتها ومضاعفتها من خلال إيجاد حلول مبتكرة لزيادة الموارد بجانب عقود الرعاية في ظل الإنفاق الكبير تماشيا مع الطفرة الهائلة في كافة الخدمات بمقر الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجهيزات التي تجرى في فرع التجمع الخامس والذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا لافتتاحه في أبهى صورة خلال الفترة المقبلة دي كانت كلمة الكابتن محمود الخطيب في الجمعية العمومية ترجمة نانسي قنقر